اهلا بكم وحلقة جديدة في اساسة بنهار ده احنا يعني كان عندنا مواضيع قديمة طبعا توصلكم واتصالاتكم حتساعدنا جدا في كثير من اللخبطة في موضوع الجائحة الحالي في كثير من اللخبطة على موضوع المناع وهذا الكلام حنحاول نوضحه بإذن الله كان عندنا من الحلقة السابقة التجشق ألم البطن بالذات في كبار السن الشعور بالإرهاق وده اللي احنا كنا قفلنا عليه الحلقة في اللقاء السابق من حوالي اسبوعين وجلنا اسئلة كثيرة بالرغم ان احنا جاوبنا هذه الاسئلة في فترات قبل كده طويلا انا اعوعدكم ان انا حكلمك على التجشق حكلمك على التجشق كما ذكرنا ولكن موضوع الساعة الكورونا الاعراض كثير من الناس حتى المساطاء عندهم هلع وخوف يكون عنده كورونا اي حد جاله شوية صداع او ألم في الظهوره او مش عارف يبلع او يعني شعور كاتمة صدر اذا كان مدايق كثير من الناس اللي ذهبت ليلا في انصاف الليالي للمستشفات في الطوارئ بعد الفحص وعمل اشعاعات مقطعية وكل هذه الاشياء تباين عندهم حاجة اسمها نوبات قلق نوبات قلق انت الان اكتر من اللازم وفي ناس متسهلة في هذا الموضوع يعني في ناس متسهلة في قصة الكورونا فعنده برد فهو سايب نفسه جريمة عظمى انك تعلم وتتشخص ان عند الكورونا وتنزل او تقابل حد او تروح الشغل دي جريمة كبيرة يعني واعتقد ان فيها حرمانية انك ده انت بتقتل نفسه اخرى لكن الحقيقة في ناس مظلومة يعني احتكينة بيهم وما كانش عندهم اعراض طب دول كام في المية يعني قصة اعراض الكورونا انا هقولها بشكل سريع علشان ما نبقاش في نوع من الاطالة الحقيقة من 18 ل40% من اي حد تعرض لفيروس كورونا احنا ما نجدع بالسلامة ما نجدع بالمواطنين الذي لم يتعرض احنا بنتكلم ان حد تعرض لفيروس كورونا من 18 ل40% على فكرة للنسبة متفاوتة بشكل غير طبيعي متفاوتة بشكل غير طبيعي مش هيبنى عندهم اعراض نهائيا لن يظهر عندهم اعراض نهائيا يعني من 18 ل40 دي بيختلف بالسن بالريق حاجة اسمها اتني جروبس النوعية والجزء الجيني والتركيبة الجينية فدي موجودة في بعض الاجناس اللي على الارض الجنس الابيض الجنس الاصمر بس هقول لقوا انها من 18 ل40% يعني كل 100 شخص تعرض لكورونا هنقول 40% مش عيان وممكن يكون حامل للفيروس وممكن ينقل الفيروس لواحد اخر يمرض ويخش في المضاعفات وانا بقول الكلام ده بشكل سريع احنا مش هنعيده لان كثير من الناس بس انا عارف المعلومة دي فيها سؤال كبير جدا لما بتدينا نقول او نحرم فكرة ان انت لو مريض وتنزل فانت بتنقل مكروب طب الاجابة قالك فيه كثير من الناس ما بتبقاش عارفة وممكن تنقل الفيروس هي دي فعلا حقيقة ومن هنا جيت تحذير ان الناس اللي بتخرج او متضطر لابد انها تتبعد عن كبار السن ده السبب لان كثير من الناس يقول لك لا ده انا امي قالتلي ما تجيش لانها سمعت في التليفزيون بس مش فاهمين ما انا ما عنديش اعراض انا عايز اروح ازور امي انا عايز اروح ازور اهلي انا عايز انا فيه عندي فترات برا الحاضر هعمل كده فخلاص هي فعلا من 18 الاربعين في المية من كل مية حد تعرض لشخص مريض بالكورونا مش هيبقى عنده اي حاجة خالص نهائيا والاربعين الباقون هيبقى عنده اعراض بسيطة جدا صدع خفيف ارتفاع طفيف في درجة الحرارة حاجات بسيطة اعراض ممكن تعدي تكسير في الجسم خفيف يعني شعور بالاعياء بسيط جدا فممكن فعشان كده بنقول ان 80% من الناس اللي هي تعرضت لفيروس كورونا هتبقى اعراض في غاية البساطة وما فيش ادنى مشكلة عندهم والموضوع عد وده برضو جزء من خطورة المرض ده جزء من الخطورة ان كثير من الناس ممكن ما يبقاش عندها مشكلة وتكون مصدر عدوى للاخرين ده السبب في ذلك عشان كده احنا بنقول لابد ان اي حد النهاردة حينزل الشارع لازم يكون لابس كمامة بشكل صحيح وده اللي هيخديني اقول لك الكمامة تتلبس مش ازاي يعني مواصفات فكرة التعامل مع الكمامة يبقى اول معلومة ان 80% طيب بعيدا بقى ان ان انا هقولك المضاعفات بتاعت الكورونا والمشاكل بتاعت الكورونا ومشاكل البرد ده موضوع اخر تماما يعني مش هو ده القصة اللي انا هكلمك فيها بس هنقولها بشكل مجازي طيب خلص احنا اتشخصنا لقدر الله ان فلان عنده الكورونا ده مش عيب ولا حرام ولا شيء له ادنى مشكلة ده شيء عادي جدا 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 ان يجي لك دور برد عادي طيب انا اظل قاعد الناس مدة زمانية قد ايه انا اظل قاعد الناس مدة زمانية قد ايه ده احنا عملنا التحليل بعد 28 يوم ولاقينا الPCR ايجابي ده احنا عملنا هل انا عندي الالتهاب مزمن بالكورونا ده كلام مرفوض تماما انت بتعدي 48 ساعة قبل ظهور الاعراض طيب اللي ما عندوش اعراض ما ونفس الفكرة الحقيقة بيعدي 48 ساعة قبل ظهور الاعراض وبيعدي 48 ساعة وممكن اعلى مدة ممكن تعدي فيها 14 اعلى مدة المدة العادية ان الناس اي حد اصيب هي المدة العدوى لا تزيد عن ثمانية ايام وبحد اقصى 14 يوم طيب اللي بيعمل الPCR ويلاقي الPCR ايجابي اللي هي العينة على مسئوليتي هذه وجود العينة لا يعني انك ناقل للعدوى وهذا الكلام على مسئوليتي هذا الكلام على مسئوليتي لا يعني انك ناقل للعدوى لان في حاجة اسمها احلال وتجديد للخلايا اللي دخل فيها الفيروس وهي بتتكسر بيبقى طالع منها فيروس يعني بيتم اكتشافه بهذه المسحة لان المسحة دي دقيقة جدا ولا تعني ان هذا الفيروس نشط ويستطيع ان يسبب المرض لاي انسان على ظهر الارض فتاني معلومة ان اعلى مدة نقل للعدوى لا تزيد عن اسبوعين بعد ظهور الاعراض ويومين قبل ظهور الاعراض وهذا الكلام على مسئوليتي بشكل قطعي والمعلومة التانية يعني وجود الPCR في اليوم الثمانية وعشرين انك تستطيع النقل للعدوى فيه ناس بعد اليوم الثمانية وعشرين بيلاقوا الPCR عندهم ايجابي لا يعني وهذا الكلام على مسئوليتي بشكل قطعي ففرصة نقل العدوى وكلمة ان 40% بدون اعراض نهائيا من الذين تعرضوا للفيروس بدول كانوا اهم معلومتين عايزين نقولهم في قصة الكورونا طب المعلومة التالتة طب الامور بتتطور ازاي وما هي مضاعفات الكورونا لا بس نقدر نقول بشكل اعلى ما هي المضاعفات لاي ادوار البرد ما هي المضاعفات لاي ادوار برد اي ادوار برد ده ده علامة يعني علامات مرضية شكل اكلينيكي لمرض المرض ده اللي هو ممكن يسببه الانفلوانزا البراءنفلوانزا دول يمثله 15% الاثنين مجتمعين مع بعض من اسباب البرد ريسباراتوريسنسيتي الفيروس ورانوفيروس بيمثله 50% من الاسباب النوموفيروس والريتروفيروس والأدينوفيروس كل دول بيسببه مع بعض مجتمعين كلهم دول حوالي 5 انواع بيسببه 30% من انواع عفوا يعني 15% اخرى من انواع البرد يعني الخمس انواع بيعملوا 15% احنا قلنا ان الراينو والرسباراتوريسنسيتي الخمسين البراءنفلوانزا والانفلوانزا 15 الخمس انواع الاخرى مجتمعين يعملوا 15 تانين من 15 ل 20 الكورونا الوحدها اللي جاءت لنا قبل كده على فترة عشان كده في بعض الناس هما بيعملوا الأجسام المنعية لا مش الدقيقة بيبقى عنده أجسام المنعية اقولك احنا تعرضتوا لكورونا بتاعة المرادي لا المرادي ده فيروس مستجد مستحدث انتشر بطريقة ما بدون يعني منقول ان فيه نظرية مؤامرة خلاص انتشر بطريقة ما لكن ما هواش مخلق وما هواش معمول بهذا الغرض وهذا الفروس سريع لانتشار مشكلته انه هو سريع لانتشار عشان كده هو بيخل بالأنظمة الصحية في وقت واحد لكن هل عندنا علاج حتى هذه اللحظة؟ هل عندنا علاج لفروس كورونا لا انت عندك علاجات لمنع مضعفات أدوار البرد بشكل عادي ما هي المضعفات بتاعة أدوار البرد؟ التاب القشة المخية حاجة اسمها إنكفالوباتي ضعف في عضلة القلب حاجة اسمها كارديومايوباتي اسمها يضع في عضلة القلب مرض اسمه جولان باري جولان باري ده بيبقى ضعف في العضلات من أسفل لفوق ممكن ينتهي بفشل في التنفس والوفاة وده حلوله انه بتعمله بتحط على جهاز غسيل بلازماء حاجة اسمها بلازماء اكستشينج أو بياخد كورتيزون فانت عندك ثلاث حاجات شهيرة التاب قشة مخية إنكفالوباتي أو التاب المخ التاب ضعف في عضلة القلب ومرض جولان باري دول اللي حسن حظنهم في غاية النضرة لكن بيحصلوا على فكرة يعني وحنلاقي ناس كتير جدا ماتت بعد دور بار وعلى مر التاريخ اللي هم الستمائة ألف اللي ماتوا السنة اللي فاتت من أدوار البرد وشخصوهم على الأنفل وأنزة بس طيب مش ده الموضوع يعني لا إحنا عندنا نوعين بقى اللي احنا بنخاف منهم التهاب الرئوي الثانوي نتيجة التهاب الرئوي بكتيري ماشي التهاب الرئوي الفيروس اللي احنا بنشوفه في الأشعة اللي هو بيعمل لنا خرفاشة كده اسمها ground glass opacities اللي احنا بنقدر نشخص بها دلوقتي بدون اللجوء إلى المسحة والARDS Adult Respiratory Distress Syndrome يعني يحصل تكسير للرئة وكثير من الناس اللي بتنجوا من الARDS وعادة ما حدش بينجوا ده بيبقى عنده تفتت في الرئة تماما يعني بيعيش طول الوقت على جهاز تنفس الصناعي بتبقى مأساة إن الرئة كلها إذن انت عندك مضاعفات التهاب الرئة يعني مضاعفات البرد اللي هي ممكن تيجي مع أي أدوار برد وتكون قاتلة احنا ما قلناش بقى التجلطات اللي بتحصل نتيجة حاجة اسمها دي IC وMicro Imboli وتسمم الدم وده برضو بيحصل في أي أدوار برد بس الأكثر شيوعا لإن الأرقام كبيرة دلوقتي في العالم فإحنا ابتدنا نسمع معانا اتصال وحنكمل لكم المضاعفات وكيف نتعامل وهل في علاجات حالية أو هل علاجاتها تظهر حنجاوب على هذا الكلام حكلمكم عن المناعة كما اتفقنا لإن إحنا جاوبناها قبل كده بس ما كناش تكلمنا على الكورونا بهذا الشكل وأنا مسؤول عن كل كلمة قلتها وهذه هي الكورونا فقط إحنا معانا اتصال سلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله ممكن تسؤال لحضرتك والله خمس أسئلة تحت أمرك يا هانم الله يكريمك ويبنك كان حصلي الأنف بحشت كأني بيثمي نسادر عفوا الأنف بحشت من الجيوب الأنفية كأني في نسادر نسعة كده تيجي في الأنفي وبتضرط سمخ كده بحشتها وبعدها على طول خدت يومين بالطريقة دي وبعدها على طول حسيت بسيولة في الأنف لمدة يومين ماشي بعد كده حسيت أني حفقتها الضرط برد في الأنفة دمانع خالص فهذا كده فقط حسيت الشم لمدة لوكيتها على طيان ابتدت تزيني تدريجيا أخدت في العلاج زينك ونبضة حيوي والضرط برد خدت العلاج وبتدت الشم حسيت الشم الترجالي بشيء ما أخصى من الأول لكن في الأول كنت خالص خالص ما شمت أي حاجة يعني تمام فالموضوع ده دي علاقة بالفيروس ولا هو دور برد عاجز أي أدوار البرد في الدنيا ممكن تعمل أي دور برد أي دور فيروسي كلهم بيتشابه في العرض ذكرنا فكرة خلل حسيت الشم والتزوق مع كل الاتهابات الفيروسية خلاص إذا افترضنا أنها مع الكورونا آه ممكن تبقى موجودة مع الكورونا لكن مش هي من علامات الكورونا الرسمية لا نستطيع نقول أن فقدان حسيت التزوق وحسيت الشم مرتبطين بالكورونا الوحدة عندنا 8 أسباب تؤدي إلى هذا الكلام أشهر حاجة كل على مسؤوليتي رقم واحد رقم واحد في فقدان حسيت الشم التهاب الجيوب الأنفية الفيروسي أي أن كان سببه أي أن كان سببه والتهاب الجيوب الأنفية المزمن أي أن كان سببه أي فده يعني والكبار السن الألزهيمر ده تاني أهم سبب تخيلي رقم واحد فأنت بتتكلمي على أي التهاب فيروسي يعمل هذا الكلام رقم اتنين الألزهيمر يعني عندك حاجات من حيث الشيوع تخيلي المرض النادر المرض النادر وفي الأطفال الناس اللي عندهم شق بيسموه الكلافت بلت اللي هو شق السقف الفم اللي هم مولودين بعيوب خلقية ده من ناحية التكرار يعني لكن عندنا طبعا أسباب تانية التهاب المخر الأنفل وانزل وحدها مش الكورونا فيروس من أهم الأسباب اللي زكرت وسجلت النقص بتاع الزينك يعمل كده النقص بتاع الزينك وزيادة الزينك تعمل كده وكل الأمراض يعني يعني ما ينفعش إن أنا حطه رسميا في هذا الأمر على إنه كورونا الحقيقة الناس اللي عندهم التهاب سحقي حمى شوكية بيحصل لهم هذا الكلام الناس يعني الناس اللي عندهم أمراض في التزاوق بيحصل لهم هذا الكلام الناس اللي عندهم فشل في الكيلة بيحصل هذا الكلام النهايات الكابدية الأولاد اللي تولدوا بمتلازمات داون يعني هي حاجة يعني مش ده الموضوع اللي أنا أركبه وأقول أنا فقدت حسة الشم في أمراض في العظم مرض اسمه باجت مرض اسمه من متلازمات وجود هذا الكلام لكن أي التهاب فيروسي أو حساسية في الجيوب الأنفية تدي هذا الأمر بشكل يقيني فمش مهم إنك تقول ودي مش من علامات الكورونا وهذا الكلام على مسؤوليتي قولاً واحداً ونهائياً سؤالك ليه أي تاني حبيبتي سؤالي حضرتك أنا جنبة توجعني بجالي انت تركسين كذفت جبل كده الدكتور غالي ما عندكش حاجة بس أنا جنبتي من أول فوق في البطن يمين ولا شمال ولا تحت بص حضرتك من عند السجر كده من عند السجر كده ومن تحت الكتف لغاية تحت كده يعني يمين ولا شمال 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 تمام يعني أنت القلم ده بيزيد مع الحركة بيزيد مع الأكل بيزيد مع النفس لا بس أنا بالوحظ أنه هو مستمر طول الوقت جنبتي متمقل مرات في صدري نغذات في صدري مرات تحت الصدر تمام مرات مرات في جنب في الجنب كده جنب الرحم آه يعني هو أخد الجنب ده كله من أول وآخر آه من أول وآخر عناية أنا حجاوبك حالا على هذا السؤال عناية حتى من ناحية المهبل برضو من جنب الشمال برضو بحس أنه في ألم تمام أنا حجاوبك حاضر عناية ديك أي سؤال تاني لأ بارك الله ربنا أكرمك ويبارك فيك سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله البطن في الطب مقسمة إلى تسع مناطق إذا افترضنا الإجابة بتاعت السؤال الألم اللي في الجانب الأيمن الجانب الأيصر الجانب الشمال ده لي 8 أسباب وهذا كلام على مسؤوليتي في الطب طيب 90% من أسباب الألم اللي في الجانب الشمال 90% 90% من أسباب بتبقى ألام في القفص الصدري من أعلى البطن وممكن يبقى ليها علاقة بحاجات التهاب الغشياء البلوري التهاب العضلي يعني القفص الصدري والعضلات والتهاب الغشياء البلوري دول مع بعض مجتمعين بيمثلوا 90% من الأسباب بتاعت ألم البطن في حاجة اسمها متلازمات انحناء القولون اسمه سبلينيك فلاكشور سندروم متلازمات انحناء القولون ناحية الطحال متلازمات يعني انتفاخ القولون في هذه المنطقة والتواء وتكوم الغازات في هذه المنطقة ممكن يدي عرض وده تاني أهم سبب من ناحية الشيوع والسببين دول ملهمش أي قيمة لدينا في الطب لكن احنا بنخاب طبعا كثير من الناس إذا الألم كان جاي من الخلف كلنا عارفين إن ده كلا فممكن حصوات الكلا تعمل هذا الأمر والتهاب الحالب أيضا يعمل لنا هذا الأمر يبقى حصوات الكلا ماشي وده أبسط حاجة وكويس إن احنا ممكن نعرفه لأنه سهل وممكن نتعامل بالسونار نقدر نكتشف موضوع الكلا ده بشكل سريع سواء الكشف الظاهري ممكن يديني إجابة بشكل مباشر فاحنا قلنا التهاب القولون في هذه المنطقة متلازمات اللي سبلينيك فلاكشور طب هل يا دكتور في أسباب آتا ده أنا قيل لك تلاتة بس المعدة تعمل كده الطحال يعمل كده المعدة والطحال في عضل اسمها عضلة الصوص مصل تعمل كده حناخد ياسر وحجاوبك والمرض بتاع فوزي ريترو بريتونيا الفيبروزيز أهلا وسهلا يا ياسر إزاك يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك بقولك يا دكتور لو سمحت اتفضل أختي عندي أختي ولما أفزة بيجي لها مغس وبطنها وبتعمل حمام دم من وراء كتل كده آه وعندها مغس تملي بالسمرار آه عملت عمليات قبل كده لا ما عملش عمليات بتاخد أي دواء لأي مرة بمزمن ضغط سكر أي مرة بمزمن لا يا بصف عندنا حساسية صدر حساسية من أي دواء لا دم أو مخاط من أي مخرج من مخارج الجسم غير فتحة الشرق لا من فتحة الشرق بس تمام بتخس بتنزل في الوزن لا ما بتنزلش العمر كم سنة يا حبيبي خمسة واربعين صغيرة خمسة واربعين ده شكلك كده ياسر بتكلمنا من فرسعيد من ضمياط يا دكتور من ضمياط ده أجمل ناس الله يبارك ربنا يبارك فيك يا رب أنا حجوبك حالا على لا أقولك يا دكتور لو سمحت اتفضل لو سمحت اللي كنت تكلمتك قبل كده بخصوص الرعشة اللي في جسمي وعندي واجعة في العمود الفقر تزهيئة في العمود الفقر من عندي بزازي عالطال يا كده تزهيئة جمدة وما نش عارف وعرف وخدلان في رجلية طب خلاص مدم عندك الرعشة نكشف مخ وأعصاب لكن أختك لازم تعمل منذار قولون وأنا هقولك أسباب الدم من فتحة الشرق أسباب الدم من فتحة الشرق حجوبك عليها حالا لكن أنت لازم تكسف مخ وأعصابي حبيبي معانا أماني أهلا يا أماني وطي التليفزيون يا أماني بعد إذنك اتفضلي يا أماني أهلا أيوة يا أماني أهلا بيك أهلا بحضرتك ربنا يكرمك ويبارك فيك أعلي صوتك قوله حضرتك أنا حضرتك أنا بقالي سنتين بتعليك من بتعليك من إيه حبيبتي من القولون يعني إيه عندك إيه في القولون أنا قولوني عصابي يعني فيه دم مخاط إمساك إسهال ترجيع مغس في البطن لا أنا عنديش أي حاجة الحمد لله بس مبارحوا النهاردة مش قادر أخذ نفسي عملي زي دي تنفس كده دي تنفسي أماني متحس كات متسدر دقات زيادة اختناق لا لا حضرتك أنا بأخذ البراكس وبأخذ أنتو دين ما بأخذهم برتاح شوية بس النهاردة صلت بالدكتورنا أنا بتعليجي معي طبعاً حضرتك أنت تعرف الظروف اللي احنا فيها قال لي علي محلول ما حقنا أكون ترلط مع كسترالجين هي ديت شوية الحمد لله طب سؤالك ليه يا إيه عماني حبيبتي السؤال اللي حضرتك دي بقاتي أنا برطة عباني الزهيمة أنا حاسة بمرارة طالعة من عادتي كده ومن صدري طيب إحنا عملنا عمليات قبل كده يا إيماني لا 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 بناخد أي دواء لأي مرب موز من ضغط سكر أو أي دواء لا لا بناخد فيتامينات مكملات غذائية أي حاجة من هذا القبيل أنا كنت بغط فيتامينتي يعني الفترة اللي فاتت دي بقاتي شبت فيه دم أو مخاط من أي مخرج من مخارج الجسم تغير في الوزن فيه حموضة أو حرقان حموضة آه يعني طول الوقت فيه حموضة فيه إمساك أو إسهال أنا بقالك كم يوم دولا الحمد لله آه فيه مغس في البطن ألم بسيط آه ميول للتربيع ميول للقيء ميول للقيء ميول للقيء يعني إيه عندك قولون عصبي يا إيماني إيه السبب؟ أو أنا الخوف بتاع الموضوع اللي ماشي ده قليئني جدا تمام فيعني إيه قولون عصبي من وجهة نظرك مش عارف والله يا دكتور أنا نور ده قمت روحي بتطلع فعلا مني يعني حسن آه بتدخن إيه ودقات زيادة واختناق أو طب ده ملوش علاقة بالقولون العصبي أماني وده كلام نهائي ده اسمه نوبات قلق Panic Attacks اللي انتي بتصي فيه ده اسمه Panic Attacks لا علاقة له بالقولون العصبي قولون العصبي ليه خمسة كريتيريا تغير في عادات وقوام التبرز ملهمش ده ولا بالعصبية ولا بالزعل الزعل بيعمل أربع حاجات في الطب ملهمش قولون عصبي ما فيهوش حاجة اسمه قولون عصبي يعني تغير عادات وقوام التبرز ألم في البطن بيستريح بسيط مع دخول الحمام دخول الحمام بيشعر وهو خارج من الحمام إنه هو مفضاش بطنه كويس يبقى تغير في عادات وقوام ده أهم ثلاث كريتيريا فيه كريتيريا منهم إنه أحيانا فيه بعض الناس بيبقى معهم مخاطع بس ما بنحبش نذكر ده لأن كلمة دم أو مخاطة ليها علامات أخرى ولازم نكون عملنا منذار قولون عشان نستبعد كل الأمراض الأخرى فما فيش حاجة اسمها تشخيص قولون عصبي إيه التنفس اللي عندي ده عملت جلس الصبح برضو حضرتك عفوا عملت جلس عملت جلس جلس التنفس دي نوبات هلع اللي أنا أؤكد لك الكلام ده يا أماني التشخيص بتاعك على مسئوليتي على مسئوليتي ده اسمه نوبات قلق وهلع ده بيعليجها الطب النفسي وليس أي حاجة تانية سلامتك يا أماني وربنا يحميك وده ملوش علاقة بالقولون العصبي نهائيا الكريتيريا بتاعت القولون العصبي واضحة وده مفيش فيها حاجة من هذا القبيل أما لو أنا قلقت وجالي ألم في بطني ده مسموش قولون عصبي ده حاجة من أنواع الأمراض العصبية الأخرى سوماتوفورمي بينديس أورد ده حاجة تانية معانا حزن يسبب لنا أربع حاجات وهكلمك على الحزن بيعمل إيه في الطب يا هدى أهلا بيكي اتفضل يا هدى أنا مستمع هدى حاولي ترجع لنا تاني يا هدى معانا اتصال اتفضل اتفضل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سلام عليكم السلام ورحمة الله ازاي حضرت دكتور يا أهلا بحضرتك ممكن توطي التليفزيون وتسمعنا من التليفون بس طيب تحت أمرك الله يكرمك ويبارك فيك الله يخليك أطب أنا المدام عندي حامل دلوقتي حضرتك في الشهر التاسع وبدأ تظهر عليها يعني الأول احتقان في الزور وبعد كده تكسير في الجزء وبقالها ثلاثة أربعة يهام دلوقتي حست الشم ما بتشم يعني في الأكل برضو تزوق ما فيش حست الشم ما فيش فقلت أكلم حضرتك كده طبين إلى أبارين عندنا كحة عندنا بلغم لا ما فيش ولا كحة ولا بلغم كما اتفقنا وكما حتى لو افترضنا أنها نوبة كورونا عشان إحنا بس إحنا قلنا إن الحسد شام الناس في مصر ربطتها فقط بكورونا لكن هي على مسؤوليتي بتيجي مع الأنفلوانزة بتيجي مع الألزهايمر بتيجي في مرض اسمه باجت بتيجي في حاجات كتير جدا بتيجي في الناس اللي عندها تشق الحل بتيجي في كل أنواع الفيروسية بتيجي في الناس اللي عندهم باركنسون يعني عندنا حاجات كتير جدا بتيجي في الناس اللي عندهم نقص في الزنك أو خدوا زيادة في الفيتامينات بالذات الزنك نفسه فإحنا عندنا أسباب يعني الخلل حسد شم التهاب إن إحنا نكون شمينة مادة نفازة شاربي الكحور عندنا أسباب كتير جدا بس ما ينفعش إن أنا نركبها على الكورونا ولكن يعني الإعلام في أماكن كثيرة أو في النات أو في الحاجات دي خلاص تركب الدمعة ده افترضنا إنها كورونا مجازا وده مش حقيقي مدى ما عندناش أعراض 80% من البشر الحجر المنزلي بدون أي علاج بدون أي علاج نهائي الحمل في الشهر التاسع معظم يعني طبعا إحنا مريد مريدة السكر وهي حامل لو كانت بتاخد إنسولين لو بتاخد أدوية أقراس ما بتبقى ماشي على إنسولين لو فيروس بي فإحنا بنعمل الفحوصات ما قبل الولادة بنتطمن على وظائف الكابت بنتطمن إنه ما فيش تسمم حامل بنتطمن إن حالة الجنين كويسة بنتطمن إنسولين يعني بنتطمن إنسولين لو سخنا عندنا عائلة بعينها عائلتين بس يتخذ لهم موضات حاوي بنرقب مع الولادة الصديد في البول بنرقب إذا كان فيه التهابات ناسوية لأن فيه التهابات ممكن تيجي للجنين بنتطمن إن الأم وهي داخل الحمل مفيش سكر مفيش السكر طبعا بتعمل في اليوم الثمانية عشرين بنتطمن إن مفيش فيروسات منها السايت ومجال وفارس فمقدرش أقولك أي حد ممكن يجي له تاب فيروسي نتعامل على إنها دورة برد إلا إذا كانت الأمور بتتفاقب حتى يومنا هذا ما عندناش علاج لفيروس كورونا إحنا عندنا علاج لمنع المضاعفات ومتابعة الفيروسات عندنا علاج لمتابعة الفيروسات عندنا علاج لمضاعفات الالتهابات اللي ضعف عضلة القلب وخلافه فإحنا هنروح نتابع مع الدكتور بتاع النساء بتاعنا وحنروح للدكتور بطني للمتابعة وليس للفحص بتاع كورونا إذا الأمور تفاقمت عن كده ده بيبقى موضوع تاني خالص معانا سامح سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلاً يا سامح إذا يا دكتور ربنا يكرمك ويبارك فيك ربنا خليك يا دكتور الله يكرمك يا سامح الله يكرمك يا حبيبي عدرتك يا دكتور يعني لذلك فيه رعشة كده والواحد العصاب مش مظبوطة بمعنى يعني رعشة عصاب مش مظبوطة يعني ايه يا سامح الواحد عندك حرارة عندك كم سنة يا سامح عندك حرارة عندك كم سنة عندك 36 سنة عملت جراحات قبل كده يا سامح بتاخد اي دواء لأي مرة بمزمن ضغط سكر اي مرة بمزمن عندنا حساسية سدر حساسية من اي دواء في حرارة صداع زغلالة عين كتمت سدر دقات زيادة اختناق مغس في البطن يعني انت بتعاني من رعشة بس خوف شعور بالموت اي دواء يعني الشكوى ايه يا سامح نعم دواء الشكوى ايه يعني كلمة رعشة دي مش حاجة يعني انت ايدك بترجف مثلا اه اه ايدك بترجف يعني ما بتعرفش تمشي الكباية الحاجة بتقع منك مثلا اه 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 اي دواء ما بمسكها عادي بس الواحد بيحس ايده بيعني في رعشة عصابه مش مظبوطة كده الاعصاب ماشي سلامتك ايه لو ما عندكش غدة درقية والرعشة دي لو حاجة جديدة عندك ده موضوع تاني ده حاجة فيها نوع من انواع التوتر يعني تجاهلها ايه التوتر كده دكتورا يعني نحاول نقلل الكلام ده نحاول نقلل للتدخين نحاول نقلل للقهوة نحاول نعمل الفحوصات اللي هي الخاصة بالحاجات اللي فيها رعشة الترامورس دي بيبقى ليها طبعا الرعشات دي عشان ما اخدكش في حاجات بتبقى لوحدها في حاجات من التوتر في حاجات بتبقى مع مريض الكابد بس ديها مواصفات لكن اللي انت بتقوله ده من التوتر فانت تجاهل هذا الامر يا سامح وبإذن الله الازمة تمروا احنا يعني الازمة ما فيهاش مشكلة يقينية الحقيقة يعني انا مش عايز حد يخاف الموضوع في غاية البساطة بإذن الله يعني الموضوع بسيط احنا آه ناخده بجدية لكن هنتعايش مع هذا الامر لحد ما يظهر العلاجات وحيظهر اللقاحات وحيبقى يعني موضوع منسيا منسيا يمكن هذه الازمة علمتنا ازاي نحافظ على نفسنا علمتنا بعض العداد الصحية الجديدة او اللي احنا عارفينها بس ما كناش بيمارسها طبيا لكن انا عايز اطمن الناس حقيقي ما فيهش حيبقى هزي الجائحة هتبقى نسيا منسيا سننساها هذا الكلام على مسؤوليتي يعني ان شاء الله الدنيا كلها هتتعافى منها واحنا هنا في مصر الحقيقة تعاملنا معاها بشكل محسوب من الناحية العلمية شكل عظيم الحقيقة يعني حاجة تثير الاعجاب والتحية للكل القائمين على هذا الامر الحقيقة معنا اتصال اخر هلو ايوة اتفضل محمود محمد شابي محمد يا اهلا يا محمود اهلا بيك با اللحظك كان عندي اتجاع في المريك واما الموضوع يعني بقى له اكتر من اربعة سمين معايا بس المشكلة في ايه بقى انا ام بركب المشروع او اي يعني ميكروبوس او كده ويجي يخش هوا في سقف الحل عندي بيبقى سائع يعني بيجي لي كده زي خانقة كده انا انا افعالى انا اعرفش هتنفس تمام ام التكريع متاكتر بقى وكده وديم موضوع معاي بقى لو كده وانا و行了 كده وانا و كده باخد من موتيليوم و ترايتون انت لما بتركب عربية بتبقى عايز ترجع بيتبقى في دوخة لا لا ولا دوخة ولا ترجيحة ولا اي حاجة بس بيبقى واجع في الزورك و بتحس بكات متسدر اوه يعني اوه انا مخنوق دقات زيادة وعايز انزل دقات زيادة وعايز تنزل من المعربية عايز أنزل عندنا عندي جيوب الأنفية لا بتكره الأماكن المغلقة ولا بالنسبة لك الأماكن المغلقة يعني مش قوي بس أنا عندي جيوب الأنفية ممكن التعرض للهوى يعمل لنا الحساسية أو يعمل لنا مشكلة التدخين نفس الكلام فده أحد الأسباب أو قلق أو توتر عندي ألا أو توتر على طول دايما أنا ما بيجي الموضوع ده دكتور تمام يعني ده الحقيقة ملوش حل أنت دلوقتي بقيت تلبس كمامة خلاص فالمفروض أنت مش هتركب مش هتتعرض أن الهوى يخش فيك بشكل مباشر برضو يعني أول ساعات ما لكن أنت بتربطها وحادي مش لازم تركب جنب الشباك فأنت بتربطها دايما بالعرض الحقيقة ايو لأننا فعلا مع عركوب المكان الموضوع ده نوع من القلق النفسي يعني المرتبط بعمل أنت بتعمله الحقيقة والارتجاع المريء ده دكتور الارتجاع ده حاجة تانية الارتجاع ده عندنا خمس أسباب للشعور بالحمودة أن الحمض اللي هو داخل المعدة من 3.5 إلى 2.5 إلى 3.5 pH اللي هو الحمض اللي يستطيع أنه يزيب قلم خرج من مكانه الطبيعي إلى المريء فأنت يبقى عندك شعور فده ممكن يبقى ضعف في العضلة فتق في الحجاب الحاجز ارتجاعه سنة مرارية نتيجة وجود حصوات في المرارة نوعية الطعام زيادة في إفراز الجسترين أو أنك بتمشي على الأدوية بتاعت الحمودة وتبطلها مرة واحدة فالمفروض بتعمل لها حاجة اسمها وينك دول على بعضهم هم الست أسباب الوحيدين لكلمة ارتجاع أو الشعور بالارتجاع فلازم نبقى عارفين حجم الارتجاع يعني نعم المنزار المنزار بس مش للتشخيص معرفة السبب ومعرفة المضاعفات وممكن يبقى فيه خلل بقى دول الستة الرئيسيين دول ستة أسباب يديني شعور بالارتجاع لكن فيه ناس ما عندهاش الكلام ده ده دول الأسباب الأكثر يعني ستة أسباب فيه أسباب أخرى فيه ناس عندهم إلتهاب مريء زينوفيلي دول نادرين ومعهم حساسيات طعام معهم حاجات من هذا القبيل بس مش ده الموضوع اللي احنا بنبحثه فيه ناس عندهم بداء خلل في الحركية أكاليزيا حاجة اسمها أكاليزيا زيادة في الإنقباط فبيب عندهم أحيانا الشعور بهذا الأمر ده دول أندتك سبابين بس من أمراض المريء التمانية فيه ستة رئيسيين وفيه اتنين أقل فيه تمانية أقل شعوعا أنا ذكرت لك الأكثر شعوعا منه فيه بقى بقية الحاجات اللي هي تكاد تكون ضعيفة الناس اللي عندهم حاجة اسمها واب فيه حاجات كده يعني جيب دائم حتى بيبقى معاه رائحة كريهة دي حاجات نادرة حاجات التقلص المريء حاجات الأمراض بتاعت الحركية كل ده ده مواضيع تانية خالص ثانوية نادرة الحدوث الحية فلكن العرض اللي انت بتشتكي منه يا محمود ده يعني خلال وأي حد عنده ارتجاع طب إيه الأكل اللي في إيدي لكلمة الارتجاع للتعامل مع الارتجاع يمنع اللبن وكل مشتقاته يا دكتور ده اللبن بيضيع الحمودة الحقيقة اللبن ده صحي الحقيقة أنا ماقدرش أقولك حاجة بس هو بيزود يعمل لك نوبة حمودة أعلى يمنع لبن وكل مشتقاته يمنع النعناع النعناع ده صحي ماقدرش أقولك عليه حاجة برضه بس هو بيقلل الانقباط بالتعليم أهوة أفضل منع سرطان في التاريخ التدخين المسكنات الفيتامينات النوم بعد الأكل امتلاء البطن الشبع أي حاجة فيها زيت سمن محليات بما فيهم العسل بصل طوم ده برضه أكل صحي بيزود الارتجاع سبحان الله والشطة مقليات مخبوزات حلويات الأكل السمين الشربة المياه الغازية والعصاير كل دول بيزودوا الارتجاع المفروض أن أنا أقلل الارتجاع أكل نايف نايف مسلوق كميات قليلة من الأكل كميات اللي حكله في ثلاث واجبات حكله في ثمن واجبات كميات قليلة بدون وأهم حاجة نايف نايف مسلوق هل في أغزية هل في أغزية بتقلل الحموضة الجنزبيل هل في حاجات بتساعد على التقام رمان وعرقسوس بس صاحب الضغط ما ياخدش عرقسوس معانا آخر اتصال لأن وقت الحلقة تقريبا قارب على الانتهاء طبعا أنا نفسي أجاوبكم على النزيف من فتحة الشرج هناخد أم هنا وجاوبكم على الأسئلة حتى الآن وبعدين هنرجع لكم مرة الجاية هكلمكم على الإرهاق إن شاء الله هكلمكم على التجش وعلى قد ما نقدر هنحاول نجاوب في كل الحلقات القادمة إن شاء الله يا أم هنا أهلا بيكي أهلا بحضرك يا دكتور عليكم السلام ورحمة الله أهلا بيكي دايما أهلا بحضرك يا دكتور أنا بقالي من حوالي خمس أيام ست أيام جالك احتقان سيزوري واصل لوداني بتقل جامد تمام وحرقان جامد في الأنف في الجنب الشمال خلاص نحن نتكلم إن ده التهاب فيروسي عادة 90% التهاب فيروسي تمام وبعدين وضغط جامد في عنية لثنيين حتى أنا مش شايفة من الجيوب الأنفية المصاحبة للالتهاب الفيروسي والجيوب الأنفية المزمنة إن كانت إن صح وضوخة باستمرار يا دكتور لو قمت بلاقي نفس بايخة عايزة فيه صدوعة غلالة عيد تكسير في الجسم لا 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 ارتفاع في الحرارة كحة بلغم فيه كحة مع بلغم وكحة جديدة يعني طيب ليه إحنا ما يعني ما لجقناش للطبيب يسمع صدرينا عملنا أشياء مقطعية على الصدر نطمئن لا أنا ما عملتش أنا باخد دلوقتي أدوية وباخد مكمل غزائي وحاجة للحاسسية اتحسنت شوية بس هست برضو إن الأعراض تعباني شوية على عموم الأعراض لو زادت لازم نلجأ للطب لو ابتدينا نشعر بخانقة حرارة زيادة التركيز بتدي الإعياء زاد هنلجأ للمستشفيات الحكومية هنقدر ناصل بيها لكن النسبة 80% وهذا كلام على مسؤوليتي كل معظم الاتهابات اللي من هذا النوع بتعدي بسلام في الوقت الحالي خلاص كميلي الأدوية بتاعتك لو زادت الأعراض من فضلك لازم تلجأي على الأقل للطبيب صدرية وهو هيوجهك تعملي إيه في الحالات اللي من النوع ده طب برضو يعني هل زادت طبين يا دكتور معلش هي أعراض الحاجة زي كده ولا إيه لإن أنا عندي ما نقدرش نعرف ومش معنى إن حد جاله كرونا إن هو خلاص هتوفاه الله ويكتب مذكراته ونفيش الكلام ده آه يعني إحنا بنتكلم إنها دور برد عادي بس طبعا ما تنزليش من البيت عشان وضع الجائحة الحالي لو هتتعاملي مع حد تبقي يا ريت بيعازل نفسك على الأقل واخد كل الاحتياطات الاحترازية اللي إحنا بنتكلم عليها آه حتى مع المقيمين حواليكي بالذات كبار السن وأطفالك والزوج إن وجد ده اللي نعمله يعني نتعامل على إن عندنا أسوأ الفروض الأمور بتزداد سوء الخاصة بينا حنروح نكشف عند طبيب أمراض صدرية ونتفحص أما فكرة الخوف والهلع واستباق الأحداث وعدم التيقن والرمي بالباطل في مثل هذه الأمور ده الحقيقة مرفوضة تماما هنتعامل مع كل حاجة على قد قدرها الحقيقة طبعا أنا عارف إن وقت البرنامج يعني انتهى وكان نفسي أجاوب على النزيف من فتحة الشارع بس أي حد يعني المعلومة اللي قبل ما نقول الأسباب سريعا لازم نعمل منظار قولون وأشعة على الأقل السنار اللي استبعاد التقارح القولوني مرض اسمه كرونز الزوايد القولونية الجيوب القولونية الجيوب القولونية في حاجة اسمها جيوب قولونية الأورام يعني إحنا عندنا أسباب كتير البواسير الشرخ أنا قلتلك سبع أسباب من 13 سبب بس ما فيش حاجة اسمها نزيف من فتحة الشارع بدون في حاجة اسمها وحماد تكتلات دموية بكافة أنواحها أمراض السيولة يعني دي الأسباب مش مهم أنا قلتلك الأسباب بتاعة النزيف من فتحة الشارع نختار أني سبب فيه مش هيباني إلا بمنظار مش هيباني إلا بفحص يقيني طبعا أشكركم والمرة الجاية هكلمك على الإرهاق التجشو اللي أنا كنت عايز أكلمك عليه المناعة ده سؤال متكرر هكلمك عليه المرة الجاية هنكمل بعض الحاجات وإن شاء الله يكون فيه بشرة جميلة وأكلمك على الأدوية اللي طلعت كمضادر الفيروس حتى يومنا هذا ما عناش أدوية مضادر الفيروس لكن عندنا بروتوكولات للتعامل معه والحد من تطور الحالة أشكركم وألقاكم في حلقة قادمة سريعا إن شاء الله